عايز عليك الحتة مع النوية بقى انت ايه بكورة يعني ما توصلتش مع منتخب بلدك كاس العالم تخسر نهائي كاس أفريقيا تخسر نهائي في الدولة الإنجليزية اخر مباراة في الدولة الإنجليزية تخسر نهائي دولة أبطال أوروبا تتعامل ازاي مع المواقف دي نفسية لا انا مش هقول لك انا انا هقول لك اللي محمد صلاح ما عودنا على حاجة اللي هو بيطلع من ال يعني هو خلي بالك هو السنة دي بالنسبة له أصعب سنة زي ما انت قلت يعني مفيش تسويك كاس عالم ما رح ناش كاس عالم لا واخر نقطة كل دول اخر نقطة بالزبط واخر محطة اه يعني اخسرتاش من نص مسلا بالزبط لكن خلي بالك يا كريم عما العيب ياخد هدف الدورة الإنجليزية ثلاث سنين من خمسة ودي من السهلة لما تاخد احسن العيب في انجلترا لما تبقى مرشح من احسن العيبة في العالم لما تاخد قبل كده شامبز ليج لما تاخد دور إنجليزي لما تاخد كاس انجلترا صلاح يعني يعتبر مخه وتفكيره وتموحه غيرنا خالص يا كريم غير اي لعيب في مصر خالص ما تقساش على الدماغ ما تقساش على هنا ما تقساش على الدماغ اللي هنا انت فاهم قصدي فهو اكيد من تلتي مختلف انت فاهمني لكن هو لكم فعونه يعني خلي بالك يعني لا صعبة جدا نهارت دا كسرته خارج مرعبة صعبة يعني اقولك تحاجة بكي ليه كده لا وكمان خلي بالك في المطش كمان خلي بالك كمان في المطش لو تلاحظ بعد ما تلات اربعة كور ما فيهوش هو عارف اللي هو دا فيه واحدة اللي هو اللي هي من الجنب اللي هو عايز يعملها من جنب الأرض رح ماسك الشبكة لو لاحظ بعد مورها رح ضرب الشبكة هو واحدة تانية اللي شاطها رح ضرب فزيه انت فاهم قصدي لكن انت عايب يقولك دا دا رقم حقيقي انه مفيش لاعب وسل فاينال شامز ليج عمل ست محاولات ويطلع من المباراة خسراء ست محاولات ست محاولات هو خلي بالك هو الوحيد اللي عمل خطورة اللي بيقبوك مفيش انا بقولك هو اللي عمل يعني انا يعني انا اقولك على حاجة فوجة نظري السيد ومانيه لعيب كويس وكل حاجة كمام بس بحس في المطشات الكبيرة يعني خلي بالك قدام منتخب مصر يعني هنا في المطش اللي بتاع اللي هو اللي كسبنا واحدة سفر ما كانش احسن حاجة نفس نفس الكصة برضو في المباراة بتاعة العودة هناك يعني يعني هو خلي باك بيعمل الفرق مثلا في ضرب الجزاء اللي هي بياخد زي ما قولك الترطة يعني بياخد الترطة النهاردة برضو نفس الكصة ما هاش حاس له يعني أنا شايف اللي محمد صلاح لا اقوى منه او بارز عنه بشكل كبير جدا في محاولة بصراحة